مع كل صباح يجوب عمال الوطن شوارع كل مدينة لتنظيفها من كل ما علق بها متحملين في سبيل ذلك المشقة صيفا وشتاء برغم انخفاض أجورهم والأذى النفسي والجسدي الذي طال عددا منهم بسبب ظروف العمل في مكان ما حولنا قد لا تسمع عنه أو ترى في عالم يكاد أن يسقط من معايير الإنسانية المملكة نقلت لكم معاناة عمال الوطن الذين أدعبتهم تصرفات متيريهم ممن أضافوا فصولا من القهر وعدم التقدير لم يكتفي بعضهم بالأذى النفسي والتجريح بل تعدى للضرب أحيانا يعني لهم ضربني ضربني يعني وحملت حالي واختصطت المشاكلة كلية وحملت حالي على الوحيد لا حدود للأذية فالتهديد بلقمة العيش آخر ما مرسه المديرون من ضغط على العمال معانا 2000 طلب أو 5000 طلب بنوظف بذلك مع كل التعب والمشقة التي يتحملها العمال بات أقصى طموحهم المعاملة الإنسانية لا يستطيعون التوقف عن العمل وإن توقفوا ليتقاسموا الهم المشترك لعله ينقص طريق شاقة يمضي بها عمال الوطن لا تقل صعوبة عما يواجهونه خلال يومهم فالتعب آخر ما يفكرون به مع هذه الانتهاكات والتي يبدو أن لا مفر منها بسبب ضيق الحال وللحديث عن نعمال الوطن والانتهاكات في حقهم نرحب في الستوديو بنائب مدير البدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس باسم أتروني أهلا وسهلا بك معنا يعني تابعنا هذا التقرير وحضرتك قبل ما تطلع بلدية عين الباشا حكيتين لقيتلي هاي بعين الباشا نناخد منك وعد بأن الشباب اللي طلعوا معنا بالتقرير ما يتعرضوا لمسائله لا أبدا أول شي صباع الخير ونبارك لكم هاي الانطلاق إن شاء الله تكون انطلاقة بالاتجاه الصحيح وأيضا يدعم للمنظومة الإعلامية فنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تكون العالمية بكل ما تستحقوا إن شاء الله هل هذا ما يستحق عمال الوطن من البعض بصراحة الحقيقة أريد أحكي لك أنا أول ما انتبهت للتقرير كان علاقت لأنه إحنا في أمانة عمان الوضع يختلف اختلاف كله بحب أأكد لك وأحنا يعني إن شاء الله نتحدث بكل شفافية لأن عمال الوطن هم أبنائنا وأخواننا يعني لا نستطيع أن نخفي الحقيقة هذا شيء موجود على الواقع في أمانة عمان هناك عناية وعناية غير طبيعة بعمال الوطن في توجيهات من معاري الأمين والإدارة في هذا الموضوع ويمكن في ممارسات على أرض الواقع نتمنى إن شاء الله مستقبلا في ظل الظروف المطرية أو حتى ارتفاع درجات العلارة سترى أن هناك آلية أمانة عمان وعمالة يمكن من المؤسسات الخدماتية التي تعتني بالدرجة الأساس بعمالة لكن بشكل عام أكد على ملاحظة أن عمان الوطن هو الذي يقدم الخدمة هو الركن الأساسي لأي خدمة موجودة بالشارع هو وجه لأي بلدية ولأي منظومة بلدية وبالتالي لابد من الاهتمام فيه لابد من العناية فيه لابد من تريح حضرتك تحدثت عن الاهتمام بعمال الوطن ضمن أمانة عمان لكن نحن بهذا التقرير نلقي الضوء على المشكلة بكل أنحاء المملكة نحن بهمنا عمال الوطن وينما كانوا بأرجاء المملكة كيف الممكن أن حضرتك من موقع عملك تتحدث مع زملائك بمناطق أخرى من المملكة للمحافظة على هؤلاء الشباب عمال الوطن اللي زي ما حضرتك حكيت هم أساس بهذا الشارع أساس بهذا الوطن نعم صحيح أنا أريد أن أقول بشكل عام لكل اسمعنا ما هو موجود عندنا في أمانة عمان نحن ندرك بالدرجة للأساس أهمية عامل الوطن لأننا نعرف عامل الوطن هو مو فقط لعملية تنظيف الشوارع عامل الوطن نحتاجه بفصل الشتاء جميع الأعمال الميدانية الخطرة بشكل عام عامل الوطن أو العامل هو الذي يتعامل معه بشكل يدوي لذلك هذا الإنسان يجب أنه نهتم في أحب أحكيلك بشكل عام أحنا أول شيء من الخطوات الإيجابية في أمانة عمان لابد من تدريب عمان يعني لابد من أن أدربه كيف يمشي بالشارع مع السير عكس السير كيف يكنس كيف ينطلق هذه بالدرجة ولله محافظة على سلامته نعم سيد باسم يخبروني فريق الإعداد بأن هذا التقرير تم تصويره بعمان بلدية عين الباشا اللي موجودة أنا أعرف الشوارع أنا خدمت رئيس بلدية بلدية عين الباشا اللي شفته في موقع وحيد فقط شارع في أمانة عمان نعم وأنا جاهز في موضوع العمال بالذات للتواصل في أي ملاحظة تريد إلى التلفزيون أو لأي محطة أو لأي موقع نحن جاهزين ما عنا شيء اشكالية لكن الشارع أول ما شفته حكيت لك وبرضو طلع الاسم على ظهر عامل الوطن نفسه بغض النظر نحن في عمان جاهزين ومفتوحين فأنا أتوصل لأنه بالدرجة الأساس بدك تهتم بسلامة العامل قبل كل شيء سلامة العامل نحن في جميع عمالنا الموجودة نركز عليهم نحن لدينا 4500 عامل وطن فأثناء داخل الأنفاق بدي أتعامل معهم بدي يكون هناك شواقص بدي يكون هناك إشارات إرشادية وتحذيرية للأخوان الموجودين ومع ذلك نتعرض أيضا لإشكالية قبل كل شيء بدي أعلم هو كيف يتعامل مع مثل هذه الظروف لذلك كنات دورات تدريبية بتكون لعمال الوطن اللي موجودين حتى أحافظ على سلامتهم نعم على الجانب الثاني المهم هي الناحية المادية الناحية المادية يمكن إحنا خطط أمانة عمال خطوات بالاتجاهة الصحية في هذا الموضوع يمكن إحنا خلال السنتين الماضيات تم رفع رواتب عمال الوطن 30 دينار طبعا كم راسبهم أصلا بعتمد في بعض العمال بلحق حوالي 600 دينار في عامل بلحق 400 أو 450 دينار طبعا مع تمين صحي مع ضمان اجتماعي كامل شامل أين أمور أيضا موضوع السلامة أريد أن أكد على نقطة مهمة جدا نحن في لباس العمال عمال الوطن مصروف لهم طواقع بفصل الصيف لباس كامل بوت سيفتي أو بوت عادي خفيف يكون بالصيف بالشتة نفس الاشي ووتربروف يعني لباس العمال نعتم فيه بدرجة مهمة جدا وهي تصرف على عهدة كل عامل يعني هذا ما نتمنى هذا اللي موجود عندي نعم قبل فترة كان هناك فيديو أيضا لعامل الوطن وكان مديره عم بوابخوف بحال وصلتكم مثل هكذا يعني انتهاكات كيف تتعاملون بس خلينا أحكي لكم ملاحظة مهمة جدا نحن نستقبل أي ملاحظة مفتوحين على الجميع وأيضا أوراقنا مفتوحة على الجميع نحن في لجان التحقيق مع العمال يعني هناك لجان وحسب قانون العمل والعمال ترد ملاحظات كثيرة مثل هذه المواضيع ودائما أنا أؤكد الملاحظة اللي وردت تم متابعتها أول وبأول وأيضا تم الرد على الأخوان الموجودين هناك بعض الاجتهادات اللي قاعدة بتصير هناك بعض المشاكل أنا بمبسط جدا أمانة عمان أكيد ما دعنا ما راح يكون مئة بالمئة اللي يكون فيه لدينا ممارسات في أخطاء نحن عن كاد البشر كبير لذلك أي ملاحظة ترد يتم الاهتمام فيها وإن شاء الله تعالى راح تجربونا لقدام ويتم متابعتها ويتم أيضا الرد على الجهة اللي بتتابع معنا أول وبأول وأيضا من خلال نتمنى دائما أن تكون هناك زيارات ميدانية من قبل الأجهزة الإعلامية في أي موضوع سواء المعمال أو إلى آخر هل بيكون هناك عقوبة لأي شخص ممكن أنه يعني يتعرض بمضايقة سواء لفظية أو حتى بالضرب على عامل الوطن لديكم بأمانة عمان أنا بدي أكد لك أنه هناك لجان للتحقيق ونحن في هذا الموضوع هناك وقعت عقوبات على مسؤولين مباشرين لعمال الوطن وأي ملاحظة تصلنا تأخذ مباشرة يعني في أحد قبل سنة ونص وصلتنا ملاحظة وتم التأكد منها وتم أخذ قرار برئيس الشعبة أو مراقب الحي اللي معني أنا بحب أكد لك أنه النقطة اللي بدي أوصلها أنه هناك وضوح وهناك شفافية في التعامل محهم أي معلومة ترد أيضا نحن جاهزين نتبعها مرئية تزد مع الجهة اللي وصلت إلى هذه الشكوى أو وصلت إلى هذه الملاحظة مؤكدين على أنه هناك بعض الممارسات أكيد مجتمع ولكن هناك متابعة وهناك تركيز على ضرورة توجيهات واضح بهذا الموضوع بالنسبة لعمال الوطن لأننا البيئة بالنسبة لنا خط أحمر وبالتالي لابد من الاهتمام فيهم يعني التالي ترد ملاحظات العمال على السيارات في بعض الأفكار أيضا تردنا من أخواننا المواطنين فيما يتعلق بسلامة العامل فهي الأمور كلها بالمحاصرية تأخذها بعين الاعتبار هل أيضا تأخذوا أستاذ باسم بعين الاعتبار بتوصفوا بمنطقة بعيدة أساس يكون مرتاح أكثر أنا أحب أن أطمنك أننا من سنتين أو ثلاث سروات كان لدينا عدد كبير من عمال الوطن غير الأردنيين أحب أن أكد لك أن كل الذين تعينوا لدينا أردنيين وأحب أن أكد لك أنه لدينا طلبات وصلت إلى حوالي عشرة ألاف طلب مقدمين أردنيين هذه الثقافة أنا أحب من خلال إن شاء الله في طريقة لا بد أن يتواجد مثل هذه النوعية ولكن بالمحصلة عمان هي عندنا وحدة إذا كانت القضية أن أبعد ويشتغل كويس ما عندي إشكالية بس أمشي يشتغل وأمشي يقدمه ومطلوب منه وأيضا يكون هناك مردود مادة يصرف على هذا الإنسان نعم ساعات العمل باليوم الواحد لعام الوطن ساعات العمل بمعدل ست ساعات ونحن نتعامل في هذا الموضوع حسب نظام الموارد البشرية وقانون العمالي الموجود في أمانة عمان يعني هذه الأمور أننا نتعامل مع ثلاث شفتات كل شفت له فترة محددة يعني له مساعة معينة وانطلاقة معينة وانتهاء عمل معين نعم إذن نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس باسم الطراوني شكرا جزيلا لك يا مرحبا فيك أهليا شكرا جزيلا لك